هناك مطالبة إذا من السيد كاسيف للمجتمع الدولي بالوقوف مع التحركات اليوم داخل إسرائيل من أجل إنقاذ إسرائيل من نتنياهو على وجه التحديد والإشارة إلى وجود ديكتاتورية وفاشية اليوم مع إصلاحات بين مزدوجين أطلقها نتنياهو وتغييرات كذلك على مفاصل مهمة في الدولة الأجهزة الأمنية مؤسسة الجيش الحكومة وغيرها من المفاصل نعم السيد كاسيف تحدث عن ظاهرة خطيرة هي ظاهرة الفاشية وهناك كثير من الكتابات التي تنتشر في الصحف الإسرائيلية من بينها اليوم يعني هناك تقرير عن الفاشية في هارتس على ما أعتقد يتحدثون أن إسرائيل هي دولة على دولة عتبة فاشية بمعنى أنها تحقق كل الشروط هناك أربعة عشر شرطا يعني وضعها مفكر إسرائيلي اسمه شترينهيل وأيضا مفكر إيطالي إمبرتو إيكو حول الفاشية كلها تنطبق على الفاشية الإسرائيلية التي تبدأ بالعنف والعدوانية والإجرام والإبادة تجاه الآخر الوطني أو القومي أو الديني أو العرقي وهو الفلسطينيين في هذه الحالة ثم تنتقل الفاشية بعدوانيتها ووحشيتها تجاه الآخر من نفس جلدتها من أبناء جلدتها إذن العنف والتوحش وهذه العدوانية التي تظهرها الفاشية الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين غدا ستصيب معارضيها معارضي الفاشية حتى من الليبراليين الإسرائيليين فما بالك من الجذريين الذين يرفضون الاحتلال ويرفضون الصهيونية والعدوان ولذلك نعم واضح تماما أن هذا الجهد بحاجة إلى إسناد إسناد فلسطيني من جهة بمعنى أن نعترف بوجود قوة ولو كانت هامشية وصغيرة وقليلة التأثير لكنها قوة أممية في الجوهر وقوة تتحرك وفق منظور إنساني في تعاطفها مع الفلسطينيين وفي تفهمها أو في رفضها للاحتلال هذا أيضا الشيء بحاجة لدعم القوة التقدمية والديمقراطية والليبرالية في العالم التي عليها أن ترى أن هناك قوة اجتماعية إسرائيلية أيضا تريد السلام على قاعدة القوانين الدولية وليس على قاعدة الغلبة التي حققتها إسرائيل في الحرب هناك من يريد السلام لكن مع الاحتفاظ بنتائج الحرب هم يرون أن القوة العسكرية الإسرائيلية تمكنهم من فرض السلام الذي يريدون وللأسف أن هذا يسري حتى على مواقف مثل حزب العمل وحزب ميرت سابقا وهم توحدوا الآن ولذلك دعم هذه القوة المناهضة للاستعمار والاحتلال والصهيونية هذه مسؤولية أخلاقية وإنسانية على كل محبي السلام والعدالة في العالم بلا شك وفي طريعتهم الفلسطينيون الذين عليهم أن يميزوا بين العداء للاحتلال والحركة الصهيونية وبين العداء لليهود لا طبعا نحن نعتز مثلا برفيق مناضل مثل عفر كسيف نجده دائما في الساحات العامة يواجه جنود الاحتلال وحاولوا نزع ترشيحه من الكنيسة وحاولوا نزع عضويته من الكنيسة حتى لو كانوا هؤلاء قلة وهذا المشهد ربما يزعج نيتنياهو الذي نعرضه اليوم في هذه الحلقة يزعج نيتنياهو ويزعج اليمين المتطرف في إسرائيل وجود هؤلاء يعطي شرعية للنضال الفلسطيني شكرا